وفي العراق أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين استعادة السيطرة على ناحيتي الزلايا وعوينات ومناطق من مكيشيفة جنوب تكريت وبالإضافة إلى محاصرة تكريت من الجهات الأربع بعد تحرير البوعجيل وحصار ناحية العالم شرق تكريت القوات العراقية المشتركة تستعيد السيطرة على ناحيتي الزلايا وعوينات ومناطق من مكيشفية جنوب تكريت في أحدث العمليات العسكرية ضد متطرفي داعش لطردهم من تكريت مركز محافظة صلاح الدين القوات المشتركة تحصر المدينة من الجهات الأربع وتستعد لهجوم وشيك حسب ما أفادت قيادة عمليات صلاح الدين ناحية العلم شهدت زيارة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم للإطلاع على أوضاع المقاتلين في الحملة العسكرية لتحرير مناطق صلاح الدين التي سيطرت القوات عليها بعد هروب جماعي لعناصر التنظيم المتطرف من الناحية أثناء محاصرتهم استمعنا للقيادات الكريمة للجيش والحجر الشعبي حيث شرحوا لنا المساحة الواسعة من هذه العمليات والتي تتسع لستة آلاف كيلومتر مربع في عملية نوعية من نوعها في حجمها في سعتها في عدد القوات المشاركة فيها ويتم كل ذلك بأياد عراقية وبتخطيط عراقي وبتنفيذ عراقي وفي قضاء الدور نقلت قيادة عمليات سامراء أكثر من ثلاثين عائلة لمناطق آمنة جنوبي المدينة بعد أن كانوا محتجزين بسبب المعارك وفي محافظة الأنبار قصفت طائرات عراقية تجمعا للتنظيم المتطرف ضمن منطقة القائم في معمل الفوسفات وأدت إلى مقتل متطرفين بينهم عدد من قيادات التنظيم